موسيقى النشرة المغاربية من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم استعرض الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني علاقات التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وآفاقة عزيزها جاء ذلك لدى استقبال بلاني الخميس بمقر الوزارة السفير المناسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر أليخاندرو الفارال وتمحورت المحادثات حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما مسألة الهجرة حيث تمت الإشادة بالجهود التي تواصل الجزائر بدلها حتى أصبحت بلد وجهة وليس فقط معبرا للمهاجرين من جنوب الصحراء سيما فيما يتعلق بتسير تدفقات المهاجرين من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التعاون الدولي واحترام فعلي للكرامة الإنسانية أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع وسنكاره الشديد لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر معتبرا ذلك تدخلا سافرا في شأن الداخلي للبلاد وقبله سنكر البرلمان الجزائري فحوى البيان لسناده إلى معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة لم يكد البرلمان الأوروبي ينفض شبهات الفساد من على مقاعده حتى وقع فيما هو أساسا متهم بخرقه مقابل الرشاوة الدفاع عن حقوق الإنسان ومنها صوت نوابه على لائحة يسائلون من خلالها الجزائر أمر استنكره الداخل الجزائري عبر مؤسساته حيث دان المجلس الشعبي بلهجة شديدة ما يصفه بالتدخل السافر والمرفوض في شؤون الداخلية للبلاد اطلعنا باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية وإذ يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلية من البرلمان الأوروبي تجاه بلادنا البرلمان العربي أبدى من جانبه رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الصادر عن نظيره الأوروبي إنه تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر واستمرار لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يسدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية ما تضمنه البيان من مفرادات غير مقبولة ولهجة استعلائية يمثل انتهاكا سارخا لمبادئ الأمم المتحدة وللأعراف والقوانين الدولية كافة التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول البرلمان العربي مكتفى بإدانة تدخل نظيره الأوروبي في الشأن الجزائري بل استنكر انتهاكه القواعد والأعراف الدبلوماسية البرلمانية مطالبا إياه التواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوقة الغات المفوذية الأوروبية تمديدا محتملا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي ينتهي شهر جوليا المقبل ويشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني واستنادا لرسالة وزير الفلاح الهولندي مؤرخة في الثامن والعشرين مارس الماضي تعالج المسألة مع البرلمان الهولندي نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد صحراء الغربية فإن المفوذية الأوروبية قد أشارت إلى أن تمديد البروتوكول ليس خيارا وذلك قبل قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية الاستئناف لأن المحكمة قد ألغت قرار المجلس الموافق على بروتوكول الصيد البحري ما يعني أن وقف الصيد البحري المؤقت في الصحراء الغربية يبدو حتميا أكدت المملكة المتحدة من جديد التزامها بالمساعدة على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع في الصحراء الغربية يقوم على أساس تسوية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ وأهداف مثاق الأمم المتحدة بما في ذلك تقرير المصير جاء ذلك في بيان للحكومة البريطانية بعد زيارة وزير خارجيتها الأخير للمملكة المغربية وشددت بريطانيا على الدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل النزاع ودعمها الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديمستورا في موريطانيا يتجه السبت نحو مليون وثمانمائة ألف ناخب إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات ستحدد مصير خمس وعشرين تشكيلة سياسية تتنفس على حظ مقاعد البرلمان ومقاعد المجالس الجهوية والبلدية بعد خمسة عشر يوما من التجمعات الانتخابية والحملات الدعائية لاستقطاب أصوات نحو مليون وثمانمائة ألف ناخب موريطانية ستفتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية المبكرة صباح السبت يحظى اقتراع الثالث عشر ماي باهتمام شعبي وسياسي في موريطانيا تجلى في مشاركة خمسة وعشرين حزبا سياسيا سيتنافسون على مائة وستة وسبعين مقعدا في البرلمان ومقاعد خمسة عشر مجلسا جهويا ومائتان وثمانية وثلاثين مجلسا بلديا حزب الإنصاف الحاكم يأمل في تكرار تجربة الانتخابات السابقة أين حصد أغلبية المقاعد طموح يواجه منافسة محتدمة من تحالف أمل موريطانيا المعارض المشكل من 24 حزبا سياسيا أبرزها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ولأول مرة سيعتمد نظام النسبية في الانتخابات الموريطانية خلال جولة واحدة في المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوية هو رأس القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات ولزيادة التنافس بين الأحزاب المشاركة تم إقرار النسبية على مستوى البرلمان حيث سيتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنظام نسبية والنصف الثانية بنظام الأغلبية المطلقة فضلا عن انتخاب نواب موريطانيين يمثلون الجالية بالخارج نتائج الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الموريطانية ستكون مؤشرا على قدرة الحزب الحاكم على الفوز بعهدات رئاسية جديدة قبل عام من الانتخابات الرئاسية كما ستضع أيضا التشكيلات السياسية التي ستحظى بثقة الموريطانيين أمام تحديات ورهانات متعددة أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في الجزائر تتواصل فعاليات مهرجان إمدغاس السينمائي الدولي للفيلم القصير كأحد المواعيد المهمة لعشاق السينما في طبعته الثالثة التي تتميز ببرنامج سينمائي ثري وسياحي ويتنفس على جوائز المهرجان في هذه التظاهرة واحد وعشرون عاملا تحت رئاسة لجنة تحكيم جزائرية إيطالية فرنسية مع إدراج مسابقة تخص الأطفال صنع الأفلام عدد الأفلام مساركة هذه الدورة كانت 21 فيلم من 18 دولة مواضيع التي تم انتقاؤها هي مواضيع إنسانية ومواضيع اجتماعية اللجنة تحكيم هذا العام هي أيضا متنوعة من تقنيين وأيضا من فنيين ومن مخرجين في سياسة مهرجان إمدغاس السينمائي الدولي لابد في كل طبع أن يكون الجديد التكريمات الجديدة في هذه الدورة كانت لوجوه جديدة في المهرجان فسواء من سوريا من خلال الفنانة القديرة شكران مرتجة الذي أحبها الجمهور الجزائري وبادلته نفس الشعور والإحساس الشقيقة تونس أيضا كرمت بالمناسبة في مهرجان إمدغاسا من خلال الكاتبة والمخرجة السينمائية سوسا الجملي وصلنا إلى ختام النشرة لمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة في أمان الله اشتركوا في القناة